يجمع الشفاء والغذاء هو كلام الله سبحانه وتعالى رح أقف إياكم وقفات وتأملات قرآنية مع هذه الآيات وهذا المقطع يجمع ما ألطف هذه الكلمة تأملها قل يا عبادي تأمل في كلمة يا عبادي لطيفة الله أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشرنا بهذه البشارة قل يا عبادي تأمل في كلمة يا عبادي يعني الله ما فضحنا ما قال يا العصات يا الزونات لا قال يا عبادي كلمة لطيفة جدا ونحن يجمع عباد لله جل وعلا شرف عظيم ورفع عظيم أن تكون عبد الله سبحانه وتعالى تشريف عظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا أيضا تأملوا يجمع في كلمة أسرفوا أي بالغوا وتجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي يا الله جماعة من مننا لم يقع في ذنب في معصية يا أخي مهما أسرفت ومهما بلغت في الذنوب والمعاصي اعلم أن هناك رب رحيم سبحانه وتعالى والله لو عصيت الله سبحانه وتعالى سنوات ثم جيت بلحظة واحدة تائب منكسر اعلم أن الله يقبل توبتك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاحظ الكلمة هذه لا تقنطوا حط تحتها عشرين خط كثير من الشباب والأخوات يتواصلون معي في الخاص يقول أنا وصلت المرحلة خلاص الله ما يغفر لي ذنوب كثيرة ما في شيء إلا وسويته فوصل مرحلة القنوط واليأس من رحمة الله وهذا خطأ يا جماعة لا يجوز لا بد أن نحسن الضم بالله سبحانه وتعالى وأن الله كريم لكن مع حسن العمل لا بد أن أخذ كريم أن تمحي يعني اليأس من قلبك وأن تعيش حياة الأمل والفأل مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله هو الذي يقول لي ولك وكل واحد يأس من رحمة الله لا تقنطوا الله أكبر لا تقنطوا من رحمة الله ما أرحم ربي سبحانه وتعالى في من عصا يا أخي نقرأ كل يوم سورة الفاتحة الرحمن الرحيم الرحمن الله الرحيم الرحيم بالمؤمنين هذه خاصة بالمؤمنين الرحمن هذه عامة الرحيم هذه خاصة للمؤمنين فقط فالله رحيم بك أيها المؤمن تخيل أم الحنون تفقد ابنها الرضيع وين في معركة في حرب ضروس فهي الدولة ما خلت مكان إلا وتبحث عن ابنها وهي تبكي يجمع لك لأم هنا أم وتبحث عن طفلها الرضيع هي توقع لها تلقاه لكن يمكن تلقاه ميت حكم الخيول يمكن أحد يطاه ولا شي تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد هذا المنظر والصحابة يشاهدون هذا المنظر وهذه المرأة تبحث عن طفلها الرضيع تخيل الأم لقيت ابنها الرضيع الصغير موقف عجيب وهي تبكي وتضمه لصدرها وتحضنه وترضعه ثم الرسول يقول للصحابة صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه المرأة تلقي ابنها في النار يعني بعد ما لقتها تخيل جعل موقف قال الصحابة لا يا رسول الله يجمع هذه رحمة واحدة أنزلها الله سبحانه وتعالى الله له مئة رحمة أنزل رحمة واحدة وادخل يوم القيامة تسعة وتسعين رحمة الله أكبر ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم بنا من هذه الأم بولدها يا الله ما أرحم الله أحد السلف يقول والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله أو أمي لاخترت الله لأن الله أرحم بي من أم أخي الكريم أخت الكريمة لا تحزن وربك الله أبد لا تحزن دام الله ربك فأبشر والله بخير الدنيا والآخرة يجمع الحمد لله أن الله هو الله نعم أن الله هو الله فاللهم لك الحمد علامة الإسلام يجمع في عرض مغري قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله العرض ما هو اسمعوا العرض المغري يجمع إن الله يغفر الذنوب جميعا الله أكبر جميع الذنوب نعم جميع الذنوب مهما كانت كبيرة وصغيرة ثم يقول الله بعدها إن الله يغفر الذنوب جميعا ثم قال مرة أخرى إنه هو الغفور الرحيم يا جماعة صح إن العرض مغري الله يغفر جميع الذنوب نعم جميع الذنوب مهما خطرت في بالك لكن العرض لشروط زيني جماعة وش الشروط حتى أدخل في هذا العرض غدا نكمل بإذن الله جل وعلا